جلالة الملك يهنئ العمال بعيدهم عبر رسالة إذاعية ويعرب عن تقديره لجهودهم في ميادين العمل والبناء مجلس الأمن الدولي يقر بجهود الأردن حيال التعامل مع اللاجئين السوريين ويعتبر أن الوضع يرتقي إلى درجة أزمة السابع والعشرون من آبا المقبل موعد الانتخابات البلدية ومجلس الوزراء يكلف الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف عليها أصعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد العمال هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني عمال الوطن عبر رسالة إذاعية بيوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم وأكد جلالته خلالها اعتزازه وتقديره لجهودهم الخيرة في ميادين العمل والبناء وأشار جلالته إلى أن الأردن يمضي بكل ثقة نحو المستقبل بسواعد العمال في كل مواقع العمل بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي عمال هذا الوطن الله يعطيكم العافية وتحياتي لكم ولجميع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة حبيت في هذا اليوم العزيز علينا أنا أتوجه إليكم جميعا بالتهنية والمباركة بعيدكم عيد العمال عيد العطاء والإنجاز فكل عام وأنتم بخير ولكن مني ومن جميع الأردنيين كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بجهودكم الخيرة فيما يدين العمل والبناء والإنجاز بكم أنتم العمال سواعد البناء في كل مواقع العمل نمضي وكل ناثقة بالمستقبل المستقبل اللي يليق بوطننا الغالي وشعبنا العزيز فأنتم نموذج العطاء للأجيال القادمة وأنتم صناع المستقبل الأفضل لهم بإذن الله وبالاعتماد على قدراتنا وإمكانياتنا وتحملنا للمسؤولية سنحقق التطور والتقدم المنشود بإذن الله وبدي تكون متأكدين إنكم ستظلوا كما كنتم على الدوام موضع اهتمامي وتقديري واعتزازي بإعطاكم برق الله بكم ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن العزيز وكل عام وأنتم بخير رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي احتفالا أقامته الجمعية الأردنية لحماية البيئة بمناسبة اليوم العالمي للعمال في المركز الثقافي الملكي تم خلاله تكريم مجموعة من عمال الوطن وحضر الاحتفال عدد من الوزراء والنواب والأعيان إضافة إلى رؤساء الجمعيات البيئية عاش الأردن عزيزا قويا صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة ارتأت الجمعية الأردنية لحماية البيئة كونها جمعية بيئية بتعتني بالشأن البيئي تكريم فئة من العمال اللي بيتعاملوا مع النظافة اللي هم عمال الوطن من خلال تكريمهم بدغوء وتوزيع الهدايا العينية عليهم لنحفز المجتمع الأردني على الإقبال على هاي المهني اللي احنا نعتبرها عيب احنا ان شاء الله في هذا اليوم المبارك رح من خلال حدث رح نكسر تقافة العيب رح نعمل عمل يشجع المواطن الأردني على الإقبال على المهني هاي هذا اليوم مثلي يعني احتفالي للعمال والشغل مش عيب يعني الواحد يشتغل عامل نظافة يعني وشرف انه هذا ان نشتغل عمال نظافة يعني هذا اليوم بمثل منه الحمد لله لو ما اشتغل في البلدية ويجينا التكريم بحسس ان الواحد بتشجع للشغل أكثر الحمد لله والشغل مش عيب عيب اللي بمديده للناس وبعتاز حدا وفي يوم العمال ثم تملى يجد عملا من أبناء الوطن وبالمقابل يوجد أكثر من ربع مليون عامل وافد إضافة إلى مئات الآلاف ممن يعملون بشكل غير قانوني وكان للجوء عدد كبير من الأشقاء السوريين إلى المملكة وعملهم في العديد من القطاعات أكبر الأثر على ذلك المزيد في تقرير مراسلنا رعد بن طريف في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل الكادحون في هذا الوطن بيوم العمال العالمي إلا أن الأرقام تبين حجم الاختلال الكبير في سوق العمل الأردني تزيد من مخاوف الكثيرين من قدرتهم على امتلاك عمل يؤمن لهم قوت يومهم فبحسب آخر أرقام رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فإن معدلات البطالة تجاوزت حاجز الـ 12% بين ذكور وإناث فيما تجاوز عدد المتعطلين عن العمل حاجز الـ 175 ألفا بين ذكور وإناث مقابل مليون ومئتي ألف عدد العاملين في الأردن وزارة العمل أكدت على وجود اختلالات كبيرة في سوق العمل مردها إلى تلك الأعداد الكبيرة والمتزايدة من حجم العمالة الوافدة التي تركزت في عدد من القطاعات الرئيسة كقطاع الإنشاءات والزراعة والسياحة والمخابز حيث كشفت آخر الأرقام عن أن حجم العمالة الوافدة من كافة الجنسيات والمسجلة لدى وزارة العمل تجاوزت الـ 250 ألف عامل باستثناء العمالة السورية التي لا توجد أرقام تبين حجم عملها في الأردن المسجلين الحاصلين على تصريح حوالي 260 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات طبعاً تقدر كمان بجوز في مئات الألاف قد يصل إلى 500 أو 600 ألف عامل وافد هؤلاء غير مسجلين يعملوا بدون تصريح عمل التدني الواضح في معدلات الأجور وعدد ساعات العمل الطويلة وعدم تفعيل قانون العمل بشكل سليم ومراقبة أرباب العمل وطبيعة بعض الأعمال الشاقة كانت أبرز الأسباب التي حالت دون عمل الأردني مكان العامل الوافد قدوم سورياً إلى أردن أول الأسباب وثانياً أنه موضوع الخبرة أي شركة بدكتروها عليها في أي مجال العمل بيسألك شو معك خبرة أول إشي العامل الأردني كمان ممكن يقول هذا ما بيشتغل زي العامل الوافد كما طالب أنه زيادة الأجور السبب يا سيدي العزيز أنه عندك المواطن الأردني أوكي أنه بيشتغل لكن ما بتحمل ضغط العمل زي المواطن المصري سوق العمل عندنا مش متاح للجميع بس إحنا اللي فارض علينا كثير أمور بتداخل مع العمل اللي هي ثقافة العيب اتساع شريحة العمالة الفقيرة في الأردن بدأ أكثر وضوحاً من ذي قبل فالأرقام كانت خير دليل على ذلك إلا أنه أصبح من الضروري أن تعتمد فرص العمل على نموذج تلموي قائم على منهج حقوق الإنسان يكفل للعامل الأردني حقوقه وتؤمن مستوى معيشي كاف ولائق وشروط عمل مرضية وعادلة راعد بن طريف قناة رؤية وتتابعونا بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة من برنامج نبض البلد بعنوان عيد العمال بأي حال ضيوف الحلقة عضو لجنة العمال النيابية النائب الدكتور محمد كريم زبون والناشط النقابي العمالي محمود أمين لحياري ورئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد قال وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي إن أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها جامعة الحسين بن طلال وأدت إلى وفاة أربعة أشخاص شارك بها المئات وإن عملية إطلاق النار كانت من خارج أسوار الجامعة وأشار المجالي إلى أن الأجهزة الأمنية أخلت سبيل 12 موقوفاً على خلفية الأحداث في حين أبقت عشرة أشخاص على ذمة التحقيق تم إخلاق سبيل 12 موقوف بقية موجود الآن عشر موقوفين واحد منهم حول كشاهد وتسعة موقوفين الآن وبتحقيق من مدة العام سبعة منهم ثبت قطعياً بأنهم كانوا في باص والباص كان فيه أربع قطع أسلحة أثنين منهم موتوماتيكيين واثنين منهم يعني كندقية طلقة واحدة أخذت الأسلحة إلى المختبر الجنائي تم تحديد قطعياً بأنه رشاش تم استخدامه كان في خلال المشكلة وسلاحيه كان استخدموا بفترات لم تحدد بعد ولكن بإذن الله تعالى سيتم تحديده خلال 48 ساعة لم عند التوقيف أريد أن أؤكد من خلال الرئاسة الجليلة للجميع لم تطلب هوية أي إنسان وتم التوقيف على الهوية تم توقيف كل من كان مشارك في هذه المشاجرة هذا وتشهد مدينة معان أحداث عنف متفرقة على خلفية مقتل أربعة أشخاص في جامعة الحسين فقد أغلق المحتجون طريقة الحسينية ظهر اليوم بالإطارات المشتعلة والحجارة ومنع السيارات من العبور وكان محتجون حاولوا اقتحام المركز الأمني في الحسينية مساء أمس مستخدمين الأسلحة الأوتوماتيكية ما تسبب بإصابة رجل أمن بعيار ناري وقد تدعى أبناء معان لعقد اجتماع مساء اليوم لبحث التداعيات والتطورات التي أعقبت المشاجرة لاتخاذ ما يرونه مناسبا يعقد مجلس النواب يوم الأحد المقبل جلسة لمناقشة الأحداث التي وقعت في جامعة الحسين بن طلال بمحافظة معان وهذا ما قرره المجلس في جلسة عقدت صباح اليوم وشهدت فوضى أثناء مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي قرر المجلس أن يسميه قانون من أين لك هذا المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا يزن الرماوي وسط تأكيد وزير الأوقاف على أن جلالة الملك هو صاحب الحق بإجراء المرافعات ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الدينية في القدس قرر مجلس النواب إعادة مشروع القانون المعدل لقانون إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة إلى الحكومة بهدف إجراء مزيد من الدراسات عليه وهناك الآن خروقات كبيرة لسلطات الاحتلال بإقامة الحفريات وبناء 62 كنيس يهودي ملاصف للمسجد الأقصى وبعد تعديل اسمه من قانون الكسب غير المشروع إلى من أين لك هذا أقر النواب عددا من مواد القانون الإصلاحي تمثل أبرزها في تحديد الأشخاص والمؤسسات والفئات الخاضعة لمساءلته بمن فيهم مدراء المخابرات العامة والدرك والأمن العام والدفاع المدني ورئيس هيئة الأركان هذا واحد من أهم القوانين الإصلاحية ربما في عهد هذا المجلس كله في أربع سنوات ولذلك يستحق النقاش والتعامل في كل كالفة بعد 2006 البلد مضلة فيها مصاري يتنهب يعني كم من مئة مليون النهب كل النهب يا أخواني من 96 إلى 2006 فإحنا نجيب قانون يحصن الفاسدين ويحميهم إحنا قاعدين نتأمر على الشعب الأردني خلي الشعب يصطح سابه هو مع الفاسدين العام إسهاب النواب في مناقشة مشروع قانون من أين لك هذا لم تعكر صفه إلا مداخلات غاضبة من نواب أبدو فيها استياءهم من المس بهيبة المجلس على حد قولهم إثر نشر معلومات تحدثت عن مواجهة نحو 80 نائبا لمئات القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم أما سورتنا تشوعت في الشعب الأردني عندما يذكر عننا في الصحب بأننا هناك 80 نائبا فاسدين وعليهم قبايا في المحاكم هل مخالفة السير أصبحت قبايا فساد؟ وبطرق النواب لقانون من أين لك هذا يكون المجلس قد بدأ للتو بمناقشة أهم مشاريع القوانين الإصلاحية التي تمثل لهم حسب مراقبين اختبارا تشريعيا صعبا يزن الرماوي قناة رؤية قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب الإشرافة على الانتخابات البلدية المزمع عقدها في السابع والعشرين من آبا المقبل على الرغم من أن الهيئة رفعت توصية إلى مجلس الوزراء تطالبه فيها بعدم تكليفها بهذه المهمة المزيد في تقرير مراسلتنا رنم عبدين بعد أن وجهت الهيئة المستقلة للانتخابات كتابا لمجلس الوزراء بشهر آذار خلصت فيه إلى عدم قانونية تكليفها بمهمة الإشراف على انتخابات المجالس البلدية قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بالإشراف على الانتخابات البلدية والتي ستجرى في السابع والعشرين من آب المقبل جاءت هذه التوصية نتيجة لتعارض نصوص القوانين الدستورية للجهات المعنية فالمادة السابعة والستون من الدستور تنص على أن الهيئة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وتنص المادة الخامسة والعشرون من قانون البلديات على أن يتم الانتخاب العام بجميع المجالس البلدية بإشراف لجنة مكونة من أربعة آضاء اثنان منهم من قدات الدرجة العليا وهذا لن يعطي الهيئة دورا جوهريا واضحا حسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة إحسين بنيهاني فيما إذا كلفت الهيئة بالإشراف على أي انتخابات زي هذه الانتخابات عليها أن ترعي أحكام القوانين ذات العلاقة بمعنى أن الهيئة لا تستطيع أن تتصرف وفق هذا القرار إلا بموجب هذه الأحكام الواردة في هذه النصوص اللي هو النص الدستوري والنص في قانون البلديات والنص في قانون الهيئة المستقل الانتخاب وبالتالي الهيئة ستحترم كل هذه النصوص في إطار الإشراف وأعني بذلك أن الهيئة في ظل هذه النصوص لن يكون لها أي دور إلا فقط أن تكون بصفة المراقب لأكثر والأقل الهيئة لم ترفض القيام بواجبها لكن الإشكالية تكمن بلغة القوانين التي أعطت حق الإشراف لجميع الجهات المعنية دون تحديد دور واضح لكل جهة الأمر الذي يؤدي إلى عواقب أثناء سير العملية الانتخابية البلدية في مبادرة إنسانية نظمت إدارة مركز إصلاح وتأهيل جويدي الخاص بالنساء حفلا ترفيهيا للنزيلات في مقر المركز حيث وجهت الدعوة لأهالي النزيلات للمشاركة في هذا الحفل الذي اعتبر فرصة للنزيلات للالتقاء بعائلتهم العميد هاني المجالي مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أكد أن هذا الحفل يهدف إلى ترسيخ فكرة الإصلاح والخروج من فكرة السجن وما يمثله من معاني سلبية نحن في مراكز الإصلاح والتأهيل زي ما تحدثنا بأنه واجبنا تخفيف معاناة النزلاء نتيجة تطبيقهم العقوبة السالبة للحرية وبالتالي بنعمل جهد دؤوب لإصلاح ذات البين بين الأهالي وبين النزيلات ومحاولة إحضار أطفال النزيلات ونمكنهم من احتضانهم لأنها حاجة إنسانية حقيقة حاجة إنسانية نابعة من عاطفة الإنسان يعني نتمنى إنه يكون هذا الاحتفال وصل للرسالة ورسالتنا هنا ليس فقط إنه إحنا نفرح رسالتنا إنه نفرح من أجل فرح النزلاء حتى النزيلات يشعروا إنه إحنا إحنا وياهم في نفس البوتقة وهدفنا نفس الهدف هدفنا إحنا وياهم إنه نوصل لمرحلة إنه النزيل هذا يكون صالح نادم يعود إلى مجتمعه عاقد العزم على عدم العود إلى الجرم مرتين أكد الأمير زيد بن رعد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي أقر بجهود الأردن حيال التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه كما اعترف بأن الأمر يعد أزمة وأشار الأمير زيد إلى أن أعضاء المجلس أعطوا مؤشرات إيجابية لدعم فكرة زيارة المملكة بناء على طلب من الحكومة الأردنية لكن القرار لم يتخذ بعد وأكد الأمير زيد أن الأردن سيبقي على حدوده مفتوحة أمام اللاجئين السوريين مع توقع تلقي الدعم المادي من المجتمع الدولي بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وكان مجلس الأمن الدولي عقد الليلة الماضية جلسة مغلقة ناقش خلالها مشكلة تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن ضبطت الأجهزة الأمنية المئات من الوثائق المزورة بحوزة لاجئين سوريين حاولوا دخول الأراضي الأردنية وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة ضبطت المئات من اللاجئين السوريين بحوزتهم وثائق مزورة منها هويات شخصية وجوازات سفر الأمر الذي يتطلب إعادتهم إلى بلادهم وختم الجوازات بمنع دخولهم إلى الأراضي الأردنية مرة أخرى وذكر أن الأعداد المتزايدة للاجئين السوريين دفعت الأجهزة الأمنية إلى الطلب من الحكومة توفير أجهزة متطورة للكشف السريع عن مثل هذه الوثائق موضحا أنه تم إرسال هذه الأجهزة بالفعل إلى جميع مراكز الاستقبال الخاصة بدخول اللاجئين وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كاري إقرار الجامعة العربية لفكرة مبادرة الأراضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أي اتفاق سلام مستقبلي بأنه خطوة كبيرة جدا وأضاف كاري أن الإدارة الأمريكية ستحاول إعادة استئناف المفاوضات على أساس المبادرة الجديدة على الرغم من الصعوبات ومشاعر خيبة الأمل في الماضي وأكد الوزير الأمريكي أن الدول العربية أعلنت عن استعدادها للقبول بحدود عام 67 مع تعديلات تترجم اتفاقا ثنائيا على تبادل أراضي بخلاف المقترح الأصلي الذي لم يشر إلى خطوط عام 67 فقط لافتا إلى وجود الكثير من العقبات التي يتعين تجاوزها والآن جولة منوعة على آخر أخبار العالم قتل 13 شخصا وفقد أربعة آخرون في السيول التي اشتاحت مناطق من المملكة العربية السعودية نتيجة هطول أمطار غزيرة حيث يسود التقس الماطر مختلف مناطق المملكة منذ الجمعة الماضي نتيجة وقوعها بين منخفضين جويين في الشمال الغربي المحاذي للبحر الأحمر والجنوب الشرقي ومصدره بحر العرب أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء المصادقة على كيان الجبهة المستقلة وطن بزعامة أمير عشائر الدنيمة في محافظة الأنبار علي حاتم سليمان بدعوة تحريضها على الكراهية وإشاعة الطائفية وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في آذار الماضي تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في مدينتي الأنبار والموصل بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن مقتل ثلاثة بريطانيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم العسكرية في مقاطعة هلمان في أفغانستان وبينت الوزارة أن الجنود لقوا مصرعهم أثناء قيامهم بالأعمال الدورية الروتونية ويذكر أن القوات البريطانية تتولى العمليات الأمنية في مقاطعة هلمان إلى جانب القوات الأفغانية التي تتولى الشق الأكبر من تلك المسؤوليات وقع عراق في البرلمان الفنزولي نتيجة خلاف على نتائج الانتخابات الأخيرة وقد نجم عن ذلك إصابة بعض النواب بكدمات ونزيف بينما تبدل نواب الحكومة والمعارضة لاتهامات بشأن من بدأ الشجار وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما يحضر منح النواب حق الكلام ما لم يعترفوا بانتخاب نيكولاس مادورو رئيسا والآن نترككم مع آخر ما تدوله الناس من أخبار في فقرة أخبار الناس قبل رمضان إن شاء الله نازل على سوريا عن عنو في الجامعة فيش انفلات أمني والله بالنسبة للجامعة جامعات هاي اللي الأربعة قتلة في الجامعة هذا إشي غريب عننا ما عمره صار هذا يعني بيتمد على الطريقة اللي بتعاملوا فيها والله إنه طالب بترجيع الأرقام الوطنية انسحب مني طريق الغلط أما رحت أجدد الجواز الأردني في متراي كيف فسحبوه ظلم يعني الخبر الوحيد اللي بدور في الأوساط الأيام هاي في الأردن اللي هي الجامعات وما بحصل فيها يعني لازم الإنسان الأردني يعرف أنه قتل النفس بغير حق بأي حق يقتل الإنسان جامع طالب جامعي صدقا حزين على مدريد لأنه بصراحة البوز ضيقهم إيديهم لازم نشاط الأول بس الحظ سبحان الله أولا الخبر المفرح أنه غدا يوم عيد العمال الذي يصاد في عيد العمال ويأتي يوم راحة بعد عنه أسبوع طويل والخبر المحزن هو تشيع جثامين الأربع شهداء الذين نعتبرون شهداء الذين قتلوه في جامعة الحسين في معان العالم مستوية وما فيش شغل وشايف نهار ليل فاهم كيف يعني إحنا بدنا بس يصيد شغل بالنسبة لهالبلد لهالمساكين اللي والله ما هم قادرين يشتغي في الخبز تعاملت الندرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال اليومين الماضيين يوم الاثنين والثلاثاء تعاملت يوم الاثنين مع 110 حوادث يوم الثلاثاء 188 حادث حوادث يوم الاثنين أدت إلى أصابة 77 شخص يوم الثلاثاء كان هناك 59 إصابة في حين يوم الاثنين الحالات المرضية التي تعاملت معها المديرية 677 حالة مرضية مختلفة ويوم الثلاثاء 692 حالة مرضية مختلفة وإلى أبرز ما رصدناه في مواقع التواصل الاجتماعي يشارك الأردن العالمة اليوم بالاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يأتي اعترافا بأهمية دور العمال في بناء الأوطان إن كان مهنيا عقليا أو عضليا صفحات رؤية على الفيسبوك شاركت موظفيها الاحتفال بهذا اليوم خلال نشر صورة لكل الفريق مرفقة بعبارة أسرة رؤية تهنئكم بيوم بعيد العمال الصورة نالت العديد من التعليقات حيث تفاعل معها الأصدقاء في صفحات رؤية وأعادوا نشرها على صفحاتهم الخاصة مهنيين رؤية وفريقها وعمال الأردن والعالم كافة بهذا اليوم غالب السلعوس قال كل عام وأنتم أيها النخبة في سماء الإعلام الأردني بألف خير الله يعطيكم العافية ويزيدكم إبداع على إبداعكم زيدون كاراتشي هنأ بتغريدة له على تويتر العمال الوافدين العاملين في الأردن قائلا لكل عامل مصري يغسل آلاف السيارات شهريا لكل عامل بنجالي في مصانع عمان لكل عامل سوري يعمل لأجل لقمة العيش كل عام وأنتم بخير أمل أبو عوض غردت على تويتر مخاطبة رؤية وفريقها باللغة الإنجليزية عيد عمال سعيد لم تكن ليلة أمس هادئة في محافظة معان التي ما زالت الأجواء فيها مشحونة بعد وفاة أربعة أشخاص في المشاجرة التي شهدتها جامعة الحسين بن طلال في الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسها فقد شهدت الليلة الماضية أعمال عنف وشغب وإحراق إطارات إضافة إلى إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المدينة حسن حامد غرد على تويتر داعين الله تعالى أن يحفظ معان وأهلها قائلا اللهم احفظ لنا معاني الحبيبة وارزق أهلها الأمن والأمان واحفظ لنا أبناءها وأبناء وطننا الحبيب والاستقرار بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين جلالة الملك يهنئ العمال بعيدهم عبر رسالة إذاعية ويعرب عن تقديره لجهودهم في ميادين العمل والبناء مجلس الأمن الدولي يقر بجهود الأردن حيال التعامل مع اللاجئين السوريين ويعتبر أن الوضع يرتقي إلى درجة أزمة السابع والعشرون من آبا المقبل موعد الانتخابات البلدية ومجلس الوزراء يكلف الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف عليها بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة شكرا المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة